بعد إعلان القوات الأمريكية انسحابها من قاعدة باقرام الجوية في أفغانستان ازدادت خطورة الهجمات التي تشنه حركة طالبان على القوات الحكومية الأمر الذي دفع بالأخير للبحث عن بدائلة تكون قادرة على وقف زحف الحركة باتجاه العاصمة وفي محاولة منها لتحصين دفعاتها أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تشغيل نظام دفاع جوي لحماية كابل من التعرض للقذائف والصواريخ وقالت الدفاع الأفغانية في بيان أن نظام دفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طورة تشغيل فجر الأحد مضيفة أن هذه المنظومة أثبتت فاعليتها في صد الهجمات بالصواريخ والقذائف لكن الوزارة لم تقدم معلومات حول اسم المنظومة أو تاريخ نشرها وخلال الأوين الأخيرة ازدادت احتمالية شن هجوم من قبل طالبان على كابل لا سيما بعد سيطرت الحركة على عدة مناطق مجاورة في نطاق لا يتجاوز 100 كم عن العاصمة وسط تقارير تؤكد أن القوات الأفغانية لم تعد تسيطر سوى على المحاول الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية يشار إلى أن حركة طالبان نفذت سلسلة هجمات بالقذائف على القوات الأفغانية والأجنبية كما وشن تنظيم داعش الإرهابي خلال عام 2020 هجوما مماثلا على كابل ومع بدء القوات الأجنبية الانسحاب نهائيا من أفغانستان شنت حركة طالبان في بداية أيار مايو هجوما واسع نطاق على القوات الأفغانية فيما زادت حدة هذه الهجمات بعد الانسحاب الأمريكي من قاعدة باقرام الجوية